البداية مشاهدينا ومستمعينا مع متحور أوميكرون واللي تكلمنا عنه يوم أمس واليوم كمان لازم نسلط الضوء عليه هذا المتحور من فيروس كورونا اللي ظهر جليا في العديد من الدول واللي بتسجل حالات متزايدة يوم بعد يوم وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية من حمود وهنا تغريد أشارت الصحة العالمية إلى أن بيانات متحور أوميكرون أظهرت أنه أكثر عدوى من ألفة ودلتة بثلاث مرات وأن إنتاج لقاح عالمي موحد هو الحل الأفضل ضد وباء كورونا فيما لم تتلقى منظمة الصحة العالمية أي معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحور الجديد حتى هذه اللحظة وفق ما أعلن طبعا متحدث باسمها في جنيف فيما نصحت كبيرة علماء المنظمة الأممية بأنه لا يجب أن يشعر الناس بالذعر بسبب المتحور الجديد سريع الانتشار